بسم الله الرحمن الرحيم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعوا ويكشب سوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمة البد والمحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السباء والأرض أإله مع الله قل هات برهاكم إن كنتم صدقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيها ليبعثوا البردى وكعلمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وأباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعذنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض ثم فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحذن عليهم ولا تكون في ضيك مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين قل عسى أن يكون رضف لكم بعض الذي تستعدلون وإن ربك لدوم فضل على النس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن سدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم حكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الممت ولا تسمع السم الدعاء إذا ولاهم مدبرين وما أنت بهد عمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشو من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن ما جعلنا الليل ليسفنوا فيه والنظر مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في السموة من في الأرض إلا من شاء الله وكل أته داخل وترى الجبال تحسبها جابدة ويتمر من السحاب سنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسبة فله خير منها وهو من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بسيدك بدهجهم في النور هل توجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعمل رب هذه البادة الذي أرمها ولو كل شيء وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أدوى القرآن فبريتنا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاصمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أنها شياعي يستضعف طائفة منهم يذبحوا أبناء ويستحيي نساهم إنه كان من المفسدين ونريد أنهن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجهودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا قفت عليه فالقيم يمي ولا تقافي ولا تحذني إنا رادوه إليك وجعله من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا قتئين وقالت امرأة فرعون قرة عيني لولاك لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فهد أم موسى فارغا إن كانت لتبيه لولا أربطنا على قلبي لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبسرت به عن جنبي وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصح فرددناه إلى أمهم كي تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حقه ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه علما وكذلك نجد المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهل فواجد فيها رجلين يقتتنا هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فواكزه موسى فقط علي قال هذا من عمل الشيطان إنه وعدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستسرق قال له موسى إنك مغوي مبين فلما أن أراد أن يبتش من الذي هو عدو لهما قال ياموسى تريد أن تقتلنيك وما قتلت نفسا بالنفس إن تريد إلا أن تكونك جبارا في الأرض وبا تريد أن تكون من المسلحين وجاء رجل من نقص المدينة يسعى قال ياموسى إن الملاء يأتمرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجن من القوم ظلم ولما توجه دلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء سبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسطن ووجد من دونه موراتين تددن قال ما قطبكما قال تالنسل حتى يسدر الرعاء أبنا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظلم فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقيل فجاءت إحدهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سيقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصاص قال لا تغم نجوت من القوم ظلمين قالت إحدهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوين من قال إن يريد أن يحكي أحد بنتي هتين على أن تأجرني ثماني أحجاج فإن أثمت عشر فمن عندك وبا أريد أن أشق عليه ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي من الأجلين فقضيت فنعدوا عن عليه والله على ما نكون وكيل فلما قضى موسى لجل وسعر بأهله آنس من جانب الطير قال لأهلهم كثم إني آنس لعلي آتيكم منها بخبر أو جثوة من النال لعلكم نصلون فلما أتها ندي من شاط الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين وأن القصة فلم نرى هتهتزك أنهجا ولم دفعا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخل الجبين ضواء من غير سوء واغم إليك جناحك من رب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلتم من نفسا فأخافي قتلون وأقيهرون وافتع مني لسانا فأرسل معي لد أن يصدقني إني أخاف ويكذبون قال سنسد عددك بيعطيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الظالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينكم قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفنح الظالمون وقال فرعه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ ليها مع النعلق واجعل لي صلحا لعلي أطنع إلى إله موسى وإني لا ذنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير حق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فلمذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يمصر وأتبعناه في هذه الدنيا لعلى ويوم القيامته من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا الكرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى نمر ما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا كرونا فتطول عليهم عمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تطلع عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الغرب إذ ندينا ولكن رحمة من ربك لتغذر قوما ما أتاهم من نذير من قبوك لعلهم يتذكرون ولو لا تصيبهم صيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتمع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولا نكفر بما أوتي موسى من قبل قالوا سحر لتظهره وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منه وأتبعه إن كنتم صدقين فإن لم يستنجب لك معلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير ذا من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به أمن وإذا يتلع عليهم آياتنا قالوا آمنا وإذا يتلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحكم ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مراتين بما صبروا وإذرعون من حسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك نتهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن التبع يهدى معك نوت خاطف من أرضنا أولم وكله حرما آمنا يجبى إليه ثمرت كل شيء رسقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم لقليلا وكنا نحن الورثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمي رسول يتنع عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيت من شيء فمتعوا الحياة الدنيا وما عند الله خير وبقى أفلا تعقلون أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كما متعنا ودع حياة الدنيا ثم هو يوم القيام من المحضرين ويوم يناديهم أقولين شركاء الذين كنتم تزعون طال الذين عق عليهم قول ربنا هؤلاء يضلون هؤلاء الذين أغويناهم أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليهم ما كانوا إيانا يعبدوا الوقين ندعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم ينديهم فيقولوا ماذا أجابتم من الرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى يكون من المفلحين وربك يخلك ما يشاء ويقر ما كان لهم الخيرا سبحان الله تعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكنوا سدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلاه له الحمد بالأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة صرمدا إلى يوم القيامة من إله من الله يأتيكم بذياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم نهارا صرمدا إلى يوم القيامة من إله من الله يأتيكم بليل تسكن فيه أفلا تبصرون ومن رحمة جعل لكم ليلة وانهام تسكنوا فيه ولتبذغوا منك فضل ولعلت تشكرون ويوم ينادهم فأقولون أين الشركاء الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فكلها تبرهنك فعلموا أن الحق لله وضل عنهما كانوا يفترون إن قرون كان من قوم موسى فمر عليهم وآتينه من الكنوز ما إنما فتحوا لا تغيقوا بالنسبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرعين ومتظف ما آتك الله الدار والأخرة ولا تنسى نصبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ونا تبغي الفسر بالأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أتيتم على علم عندي أولا يعلم أن الله قد أهلك من قبله من الكلون يمشون في مساكن من قبله من الكلون من هو أشد منه كوة وفر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قوم في زنته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا لا مثل ما أتيقارون إنه لدو حظ عظيم وقال الذين أمت العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحهم ولا يقاها إلا صابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا وكانوا من أمس يقولون ويكأن الله يابسوا الرسل لمن يشاء لمن يشاء من عباده ونقدر لولا أمن الله علينا لخسف منه ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدور الأخرة نجعلها للذين لا يردون علوا في الأرض ولا فسادة والعاقمة للمتقين من جاء بن حسن دفنه خير منها ومن جاء بسنه فلا يجد الذين عملوا صيحة علا إلا ما كانوا يعملون إن الذي فوضى عليك القرآن لردك لما عدق ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له معاقمة دون من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهرا للغافرين ولا يصددنك عن آيات إلا بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم أحسب النسو يدرك يقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من كبري فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الكاذبين أم حسب الذين عملون السيدة يسلقوا لساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا أذوى السميع العليم ومن جاهد فإنما يجادل ليفسهم إن الله لا غني عن العالم والذين آمنوا وعملوا صالحة لن يكفر عنهم سياد ولا نجد أنهم أحسن الذي كان يعملون ووصينا الإنسان بوالدين حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تدعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحة لنذخل أنهم في الصالحين ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فنة النسك عزم الله ولن يجاء أنصر من ربك لأقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العلم ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحملوا خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالا وقالا مع أثقالهم وليسألون يوم القيامة عما كانوا يفتعون ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم فربث فيهم ألف سنة لقوم سنعما فأخذه الطنفنهم ظلمون فأنجلوا وأصحب السفينة وجعلوا لها تل العالمين وإبراهما إذ قال لقوم يعبدوا الله وتقول ذلكم خير لكم علم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رسكوا فابتوا عند الله رسكوا عبدوا واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولن يروا كيف يبدئ الله بخلقه إما يعيدوا إن ذلك على الله يسين قل سيروا في الأرض فانقولوا كيف قدام خلقه ثم الله يمشئ النشأة الأخيرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويحم من يشاء وإليه تغلبون وما أنتم موجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآية الله ولضائه أولئك ياسم رحمته وأولئك نمع ذا وعليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلون إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجهوا الله من النار إن في ذلك لا يدلقوا من يؤمنون وقال إنما اتغدتم من دون الله يوسانا ما ود لبينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النر وما لكم من ناصرين فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربه إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحق ويعكوب وجعلنا في ذريته النبوة وكتابه وأتيناه آجر في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ونوط نذقان أي قومه إنكم لتأتون الباعشة ما سماغكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجل وتقطعون السبيل وتأتون في نديكم منكم منكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب ينصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم باللوشن قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أثناء كانوا ظالمين قال إن فيها نوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لأن ننجي النواه لو إلا مرتا كانت من الظابرين ولما أن جاءت رسلنا الظنسي بهم ضاق بمدرعا وقالوا هذا إن لا خام وقالوا لا تغم ولا تحزن إلا منجوك وأهلك إلا مرتك كان من الظابرين إنا موزلون على أهل هذه القرية لجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعلم يعقلون وإلى مدينة قوم شعبا فقال يا قوم يعبد الله ورجل يوم الآخرة ولا تعثى في الأرض مفسدين فكذبوه فنجينا فكذبوه فأخذتهم مراجبة وأصبح في ديار جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فسدهم عن السمير وكانوا مستفسرين وقالون وفرعون وهغمان ولقد جاءهم مستقبل في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم ما أرسل عليها صبا ومنهم من أخذت صيحة ومنهم من خسفنا بالأرض وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثال الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثال العنكبوت اتخذ الميتاء وإنا وهنا البيوت لبوت عنكم لم كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دون شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعكلها إلا العاملون خلقوا الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم